في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا كل ما يجي واحد ليبد إيده على الأكل ليأكل شو بيسمع؟ لحظة 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 خليني بس أصور بعدين أكل الله يرضى عليك لا لا بعدين طب واحد جوعان ما راح أطول صدقني طب شكله حلو لا لحظة طب إمتح نبطل الحركة هاي دي؟ ما راح تبطل اليوم إن شاء الله راح نتكلم كيف أخليك محترف بتصوير الجوال S20 FE بدون ما نتعطل؟ بدون ما نتعطل يعطيك العافية يا حبيبي أهلا وسهلا فيكم متابعين الكرام بحل أجديد من جلساتك مع الضيف الكريم المصور للطعام والأكل المحترف توركي القلاف يا أهلا وسهلا وجدي شكرا على استضافتكم أنا سعيد أن أكون وياكم هنا إن شاء الله وراح أقدم لكم إن شاء الله أسرار ومعلمات راح تفيد أغلب المشاهدين إن شاء الله يعني افتحت لي شهيتي ونفسي على الأكل حقيقة الصور اللي شفناها لحضرتك بتحمس أدو واحد يتعرف على عالم التصوير المحترف للطعام سؤالة بيترح نفسه هل يا ترى وضعك بطل وضع كثير من الناس يوم من الأيام كان في عزيمة شايف الأكل شكله حلو وظريف طلع الكاميرا وصور ولا في سبب أعمق من هيك؟ بصراحة تجربتي كانت صدفة يعني كنا نطلع الشباب نروح نتغدى ولا نروح نتعشى وبعض المطاعم إن شاء الله تقدم بشكل شكل شهي فقلنا نجرب نصور صورتين كنا نشاركها مع الأصحاب والأهل كان فيه فيدباك جدا ممتاز قالوا أولي جربت تنزلها في السوشال ميديا لما نزلنا في السوشال ميديا لقلنا الردود لقلنا اللايكات لقلنا هذه الأشياء تتحمس أن تتكمل وتواصل في هذا الشيء تعلمت التصويب بشكل أكبر والحمد لله وسط لهذه المرحلة عجيب يعني كان موضوع ابتدى مثل ما بقولوا صدفة صحيح قدر خلينا نقول صحيح وبعدين يعني أنا حسيت أهم عنصر استجابة الناس بالضبط لازم ندخل موضوع استجابة الناس بس الناس بهالأيام الفهمينين كثير صحيح فما بينفعت حط مثل ما بيقولوا صور مش كويسة أو رديئة أو جهاز مش قوي بالآخر الناس صارت تأفوش هذه الأمور صحيح صحيح لازم أنك تقدم شي ممتاز لازم تبين للعالم أن أنت قاعد تتطور يوم عن يوم ما يصير تقدم كل يوم نفس المستوى ونفس الستائل في الصور لازم تتعلم لازم تتطور لانا شيء زي ما قلت أنه صارت تفهم ونصارت تعرف طب البداية تكون فين؟ يعني عشان واحد هلأ المشاهد مساء الكلام حلو وفين أبتدي؟ يعني أنا ما عندي أي تصور كلام نظري خلينا نتكلم تطبيقيا خلينا نعطيهم توجيهات طيب أنا شوف البداية لازم واحد يكون عنده الرغبة والشغف أنه يداخل أو يحب يدخل مجال التصوير مهم جدا مهم جدا أنت تكون حاب المجال هذا لأن ببساطة لما تكون حاب المجال التصوير راح تكمل فيه وتتعلم فيه وكل ما فضيت راح تتخلك تشوف معلومة تتعلم تقرأ والأشياء هذه الشغلة الثانية أنك لازم يكون عندك الأدوات المناسبة أنك تطلع بنتائج ممتازة يعني حاول أنك تأخذ الأدوات أو تأخذ مثلا الجوال ممتاز كاميرتها ممتازة فيه إمكانيات ممتازة وأنك تتعلم عليها هذا الشيء راح يفرق بشكل جدا كبير وعندنا الشغلة الثالثة التي هي التغذية البصرية قد ما تعود عينك تغذية البصرية؟ ترى هذا شيء جدا لا 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 تغذية لا 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 تغذية تغذية البصرية شيء جدا جدا مهم حلو كلما تعود نفسك على مستوى عالي من الصور الجميلة كلما تعود نفسك أنك تشوف حسابات جميلة ستشوف نفسك تتطور يوم عن يوم تمام أنت لما تكلمت عن أهمية الجوال طبعا أنت كده عم تلمح على موضوع صحيح صحيح أحضرتك جربت له الجهاز صحيح وصورت فيه كمصورة وكجهاز جبار لا شك قبل الكاميرا لازم أتكلم حتى على الجهاز كشكل وكعلوان ما شاء الله ما لدينا الأزرق طبعا الجهاز متاح للطلب المسبق الـ S20 FE FE يعني فان ادشن اللي هي النسخة الخاصة بما يطلبه المشاهدون والمحببون لسامسونج الجهاز يدعم تصوير محترف جدا لدينا بعض الأنماط اللي حنحكي عنها بعد شوي ويمكن حاستفيد مش يمكن حاستفيد منك بهذه التوجيهات بس خلينا نرجع خطوة لورا ونسأل سؤال لو شخص دخل في عالم السوشيال ميديا وكانت الردود مش إيجابية هل يترى فيه عن فيه شيء معيد بيكون السبب الرئيسي أنه النتائج غير مرضية بتقولوا بالنسبة للناس طيب بالنسبة للواحد إذا ما لقى مثلا فيتباك ممتاز بالنسبة للتصوير أو أي أن كان أنا من وجهة نظري أي واحد مبتدئ المفترض أنه مهما لقى هذه الأشياء يجب أن يكمل دامك أن دائعة مارس شيء أنت تحبه لجب أن تكمل يوم الأيام ستعرف أنك غلطت في الشغلة من عينة هذه غلطت مثلا في تكلم على التصوير غلطت أن زاويتك كانت غير صحيحة أو مثلا إضاءتك مكانت مناسبة تتعلمني مفرد أن أحسن من إضاءة مفروض أن أحسن مثلا من المود الذي أصور فيه بالكاميرا وهذه الأشياء رح تساعد ورح تشوف المردود مع الأيام إن شاء الله أظن عندنا سر أو عندنا مفاجأة لألك هل تهيئ لي هذه الصورة؟ أيها الله رجعتك ذكرية؟ لا أريد أن أرى لا أريد أن أرى أنا حقيقة أول ما رأيت الصورة تظهر أن أتفكر أنه كم وقت استثمرت لتأخذ الصورة هناك زهور ورق حاسس أنك حطيت قلبك بالصورة هذه الصورة من أي سنة؟ تقريبا ستة سنين يمكن ستة سنين كان بدايتك؟ كانت بدايتي ما قاطعك وجدي الأغلاطة حين لما تشوفها لما أذكر لما صورت هذه الصورة يمكنني جلست يمكن أن أربعين دقيقة عشان أصور كوب شاهي مثلا مع حبات كوكز بس لما بدأت أتعلم التصوير وبدأت أعرف مثلا قواعد التصوير حين كثير تسمع لما تفتح أي مقطع تشوف مقطع مثلا عن تعليم التصوير تسمع قواعد التثير في الأشياء هذه فلما جلسة طبق الأشياء هذه تعلمت كيف تحط التكوين بشكل مناسب كيف تستخدم نظام بشكل مناسب فالحين لو تعطينا نفس الزاوية هذه ونفس المنتج هذه تقول لي صورها بجلس فيه ممكن بالكثير ثلاث دقائق قرب دقائق لأني تعلمت كيف أصور بشكل مناسب وكيف أتعام على الإضاء هذه الصورة اللي أنا شايف فيها فيها خاصية العزل صحيح العزل اللي هو موجود طبعا بجهاز S20 FE وأظن من أهم العناصب في تصوير الطعام صحيح جدا لأنه كثير من الناس يريد أن يركز على الصحن أو الطبق الذي أمامه ويجعل الخلفية مضببة ومعزولة معزولة صحيح هذه مجرد تختار الكاميرا وتختار أنماط التصوير واللايف فوكسي يمكن أن أبو عشر سويني على طورة صحيح 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 إذا كنت تدخل بمجال احترافي جدا أنك تستخدم مثلا ترايبو التبع الجوال هذا شيء جدا ممتاز وأنك تتعامل مع الإضاءة بشكل جدا ممتاز نحن دائما نسمع الإضاءة لما نتكلم أن الإضاءة مصدرين إضاءة نعم الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية التي موجودة مثلا داخل البيوت والإضاءة الطبيعية وهي إضاءة الشمس نحن نتكلم عن إضاءة لماذا نقول لك إضاءة ممتازة؟ معناتها إضاءة ممتازة لما تكون جيدة جدا في المكان أو في الكادر تبع الصورة معناتها سيكون في كواليتي ودقة ممتازة وقيسها مع مختلف الأوقات يعني عندما تصور ساعة ستة صباح غير لما تصور ساعة 12 الظهر غير لما تصور مثلا سبعة في الليل صح كلها لها مود مختلف لازم أنت كنظرتك كمصور إيش المود اللي تبين من الصورة وتختار الوقت المناسب عندي خبر حلو لألك ولعلك تعرفوا النايت مود أو التصوير الليلي صحيح من الخيارات الموجودة بالكاميرا حتى لو بالليل وحابب تصور تبين كأنه بالظهر تقدر غير كده عندنا البرو البرو مود خاصية البرو جدا جدا جبارة يعني شو الأشياء اللي ممكن يغير المصور لا يحسن الصورة؟ خاصية البرو بكل بساطة كأنها معاك كاميرا احترافية نعم كأنها معاك كاميرا احترافية تتحكم في الشتر أنك ترفع الشتر تقلل الشتر على حسب البود يتبين من الصورة عندك الآيزو وهو حساسية الضوء أنك ترفع مثلا مكان في ظلام ترفع حساسية الآيزو راح ينور لك المكان عندك فتحة العدسة كل ما قل الرقم راح يكون عندك عزل ويضاعه أكبر وعندك الأشياء الثانية مثلا البود زي ما قلت أنك تتحكم فيه بشكل منفصل غير عن التصوير جميل يعني هذه الأشياء اللي كانت غالبا بالكاميرات المحترفة الآن الجوالات اللي عندنا والفلاكشيب والأس 20 FE كل الميزات اللي غالبا يعرفها المحترفون صارت متاحة للمستخدم العادي يتحكم بالبرو مود يتحكم باللايف فوكس يتحكم بالنايت مود كله صار متاح أنا هلأ بدي أخد درس قدام الأستاذ طيب تفضل فهلأ أنا لأفترضنا بدي أخد هدول المفنز الزريفين هذا أول غلط نحن جايبينهم منظر مابع فإذا حدنا نأكلهم لما نخلص سوف نحكي بعدين مع المهندس الصوت والصورة هلأ أنا بدي صورة هذا أول غلط ممكن تصورة يعطيك العافية على طول لأن ببساطة لما يكون التصوير لازم تمسك الجوال بشكل مستقيم سواء طولي أو عرضي لا يكون هناك ميلا هذا الزاوية غلط لأن دائما أشاهد أن أنا لا أفهم فيهم أشعر أن المصور المحترفين يجب أن يعطيك هذا الزاوية هذا الزاوية يجب أن يمسك الجوال بشكل مائل أقول لي لكن إذا رأيتني أبل عرفتوا نتيجة الحكم لأنني مقصني إذن يجب أن تكون ثابتة صحيح سواء بالعرض أو بالطول خلينا نقول أنا حطيتها بالعرض صحيح الشغلة الثانية بعد أن تتأكد من أن الجوال لا يكون في ميلان تضغط ضغطها واحدة على المكان التي تتصورها وهو الفوكس يا سلام عليك طبعا هذا موجود الأوتو فوكس والتركيز التلقائي روعة صحيح بس أنك تتأكد مثلا تتصور الكبكيك هذه تضع عليها الفوكس بحيث أن يصير عليها الحدة ويعزل المناطق الثانية يا سلام بالضبط هذا من خلال الفوكس طبعا أنا عندي الكاميرا المقربة والكاميرا المباعدة فأنا فيني أعمل زوم فأركز على الموفن الكيك الوحدة من أصل الأربعة الموزودين صحيح أو الأربعة كلهم أو خلي خلفية معزولة بضضبط فأنت لازم تستخدم تضغط على المكان التي تريد تصورها عشان يصير عليها الفوكس وبعدها تصور الصورة طب من ناحية الإنارة أو الإضاءة صحيح شو حكمك على الوضع هلأ خلينا أقول واحد بنفس الوضع الذي نحن فيه ما عنده الخيارات أنه يأتي بروجيكتور ولا يأتي بإنارات ولا أخرين ونحن بره من يعرف بغض النظر شو بتنصح كمان؟ صحيح شوف لازم لما تتأكد تشوف أو شيء الإضاءة أو شيء تشوف الإضاءة عندك في الكاميرا أوكي حين أنت تشوف في الصورة اللي عندك فيه أكثر من لون إضاءة داخل عندك مزبوط فإحنا داما إذا تبي صورة احترافية وصورة جميلة لازم تعتمد على لون واحد في الإضاءة أو مصدر واحد في الإضاءة أكثر من لون رح يخرب لك الشكل لما نقول بتصور بإضاءة الشمس لديك لون واحد جاي من إضاءة الشمس فتصور عليها حلو فاعتمد على إنارة واحدة أو لون واحد حتى لو مثلاً عندك سيهادة مثلاً اللي داخل كل بيت تقريباً أنك تعتمد عليها الحالة في الصورة لا يصبح مثلاً إضاءة لون من هنا وإضاءة لون من هنا رح تشتت عين المشاهد معقول الموضوع دقيق لهذه الدرجة؟ صحيح حتى أنواع أنا لم أخصني طلاق لا يجب أن نعلمك لا يجب أن نعلم هل تنصح بإستخدام الفلاش؟ لا أبداً الفلاش الموجود في الجوال يعتبر للتوثيق فقط لديك مثلاً مناسبة ومعينة تتوثقها لكن لماذا لا ترى ممتازة؟ لأن الفلاش يعطيك مصدر إضاءة بنفس الزاوية تتصور منها فلا يكون في ظل في الصورة فلما يكون في ظل في الصورة معناته لا يوجد تحجيم أو أبعاد للصورة فتعس الصورة كانتها تودي فلما يكون في ظل عندك في الصورة أي صورة تصورها يكون في ظل شدو وضاءة معناته تشوف تدسيم للمنتج فتطلع الصورة بشكل أفضل كم أنت رائعون يا أستاذ تركي أنا حطيته بالنايت مود بديك من بعد أمرك تأخذ لي صورة أحتفظ فيها سوفونير لأنه شكل هذول حدو بصورة بس أنا خفت بعد ذلك بعدما أنت حسسني أنه أنا من يعرف شوان بسير بدي أتعلم منك في شغلة ثانية زي ما شفت ليس إفع consumentاً حتى يمكن أن تطعاونها ، يقدم من الظلام من الظلام فأنا دائما أن أقل إلى الكثير وبعدå90 سوف أصور ممكن إخذين الموضوع بطريقة بسيطة ولكن فعلاً فيه شغف فيه اهتمام وواضح أنه الشخص اللي بيهتم بالتفاصيل هيكون ناجح في الموضوع فهذه من نصايحك طبعاً صحيح لازم واحد يكون عنده شغف لازم يهتم بالتفاصيل لازم يتطور يصور كل يوم يصور كل يوم عادي مو غلق إذا كان عم بيحاول يوصل على مستوى بالسوشال ميديا يكون عنده أتباع وإلى آخره فيه جدوى المعين يمشي فيه ولا كيف شو بتنصح؟ صحيح أنا أقصد حين لما نتكلم على المبتدئين يتهم داخلين هذا المجال يجب أن تمشي على جدوى زمني معين يعني يوم يكون عندك تصوير يوم يكون عندك تعديل يوم أنشر فيه صورة يجب أن تكون مع المتابعين بشكل دائماً وياكي تذكرونك دائماً ما تنقطع عنهم المتابعين لا يحبون أن ينزل صورة ويأتي بعد شهر ينزل صورة ثانية حلو أنك تكون دائماً على البال وأنك تكون معهم دائماً والجدوى الزمني ترى شيء جداً جداً مهم لأي واحد صانم محتوى لازم يكون عنده جدوى الزمني لأنه واحد يكون عنده دوام ويكون عنده مثلاً جمعة أهل وارتبطات ثانية فحلو الواحد يكون عنده جدوى الزمني يوم بأصور فيه يوم عندي حلقة يوم بأعدل فيه صورة والأشياء هذه ممتاز طبعاً اللي بيسهل الموضوع على المستخدم أنه أجهزة سامسونج بيأتي مع أبليكيشن تطبيق من التطبيقات اللي تسمى نيتف اللي هي من أصل الجهاز تطبيق الكالندر اللي بينعمله أصلاً سينكرونيزيشن مع الجوجل كالندر حقيقة الرائع جداً أنا بيستخدمه لحط جدولي فالأشياء اللي بتكون شهرية أو أسبوعية أو يومية أو يوم أي يوم لا صحيح بدخلها بيجيني تنبيه من خلال إيميل بيجيني تنبيه من خلال باب أب على الجهاز عشان الانساء بيسه ولا ما ينسه فالجهاز كمان بيساعدك انك تتابع جدولك وتوصل الى الاحترافية بكل معناها ان كان التصوير فالجهاز واحترف ان كان الكالندر فالجهاز واحترف ان كان طبعا جودة الشاشة والألوية تبع التليفون يعني انا حبيته الـ S20 FE شخصيا للون الجهاز صحيح ولقوة الكاميرا صحيح انت شو حبيت بالجهاز انا بصراحة اول هتكون مثلي بس الله خليه والله اول شيء انعجبني هذا اللون جدا اللون المنت هذا جدا جميل حجمه جدا ممتاز صراحة حجمه جدا ممتاز والجهاز صراحة ممتازة جدا الجهاز المعلومة استاذ تركي مقامل المياه والتراب يعني اذا قدر الله تضح منك اثناء التصوير يعني اذا كم كان اكل بمشي الحال يعني بس انغسله خلاص ايو لو طاح في برتقال ولا قهوة تغسله لكي المنافذ تكون صحيح صحيح فنشوف صراحة جدا جبار الجهاز اختيار موفق جدا من سامسنج حبيبي اتشرفنا فيك الله يخليك وحمستنا جميعا اظن كل المشاهدين يغلب على ظني طبعا انا ما بعرف الغيب ولا حدا بيعرف الغيب بس اول ما نخلص من الحلقة حت يفتح البراد ويطلع لأي ساحة ويروح يعمل له حلقتين كياتي وهذا البدنية بدنية انك بس مشان توصل للقمة بالتصوير والتطور يليت تشوف الاس 20 FE الطلب المصبك مفتوح فاذا طلبتم من خلال الوكلاء الرسميين من خلال موقع سامسونج المتجر سامسونج اليكتروني حيكون في بزاية خاصة لألك شكرا لكم لمتابعتكم وتشرف طفيق استيس تركي اشترك العافية انا اشرف طال عمرك شكرا لك شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته